سؤال حول أرباح بنك في صد مدى حلها و حمتها أولا نقول للسائل الكريم يا سيدي هذه قضية مشرقية إن علماء المشرق المخالطين لهذه المصارف أولى بالفتية فيها إنهم أقدر على التواصل مع هيئة الرقابة الشرعية المشرفة على تلك المصارف نعم رقم واحد رقم اثنين ما عندنا من قواعد عام ما عندي ما أدين الله به أن أي ما بنك أي ما بنك أعلن في وثائق تأسيسه أو لاحقا عن هويته الإسلامية واتخذ له هيئة رقابة شرعية يسعك أن تتعامل معه وأن تتمول أرباحه إلا إذا بلغك عن الثقات العدول من أهل العلم عن معاملة بعينها أنها موضع تحريب أو موضع شبهة فهذه بعينها التي تجتنبها ويبقى ما سواها على أصل حل تفصيل هذا أرجو أن ترجع فيه إلى علماء المشرق بيني وبين المشرق آلاف الأميال واعتناؤنا بحرائقنا المحلية وبقضايانا المحلية أتمنى إن شاء الله وأنا حاولت والله بعد أن جاني هذا السؤال حاولت أن أستجلب بعض المعلومات معلومات وبعض البيانات لكن لم يصل منها ما يحقق شفاءاً أستطيع أن أبني عليه قولاً جازماً في هذه القضية أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر